جزاك الله خيرا شيخ هل هو من السلفية انشغال الشباب غربية بفتنة التي وقعت بين بعض المشايخ السلفية وامتهانهم؟ لا والله ليس من الدين ولا من العقل ولا من الحكمة ولا من الشرع أن يشتغل الشباب بالغرب والردود والخلافات وقال فلان وقال علان إنما الواجب عليهم شرع أن يتعلموا العقيدة والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم هذا الواجب عليهم حتى يدخلوا الجنة وحتى يلقوا الله عز وجل وهم على عقيده وعلى سنة وعلى منهاج أما إذا انشغل الشباب في الغرب وخاصة من دخل في الإسلام الحديث بهذه الردود وأنت مع فلان وأنا ضدك فإنهم بالحقيقة ستنضي عليهم الأيام ولم يتعلموا لا التوحيد ولا السنة ولا منهاج السلام الله نعم بارك الله فيك